إذن بعد تحرره من قيود السعي لإعادة انتخاباته الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتعامل مع نتنياهو وفق استراتيجية جديدة خاصة بعد أشهر من الدعم العلني المتحفظ وفق تقرير لصحيفة بوليتيكو الصحيفة كشفت أن بايدن يخطط لمناقشة قضايا حساسة بشكل مباشر وصريح مع نتنياهو وتشمل هذه القضايا استخدام إسرائيل لقنابل واسعة النطاق في غزة ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين كما نقلت المجلة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الرئيس بايدن مصمم على تحقيق تقدم ملموس في هذا اللقاء مشددا على أن الوقت الحالي يتطلب إجراءات حاسمة إذ أشارت البوليتيكو إلى أن مساعد بايدن يعتقدون أن نتنياهو أمد الصراع للبقاء في السلطة ويفضل عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وأضافت بوليتيكو أيضا أن كاملة هاريس ستلتقي نتنياهو لتقديم نفسها كصوت مستقل في السياسة الخارجية الأمريكية وستعمل على لعب دور محوري خلال زيارة نتنياهو وأشارت هنا الصحيفة إلى أن بايدن يواجه مشكلة معقدة خاصة بعد دعمه نتنياهو علنا في معظم الأحيان بينما حاول سرا كبح جماح جهود الحرب الإسرائيلية وهو ما عرض بايدن لانتقادات حادة من أعضاء حزبه الديمقراطي